ايه بعد؟ فيه في التربية ها؟ فيه في التربية طيب الحمد لله والسلام والرسول الله سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه من الله التخلية دي حالة لكن احنا منفح سي ندخل في الحالة دي ايه اللي ما نعف احنا عايزين ايه التخلية حالة؟ اه طريقة في التربية يعني حضرتك عايز تروأ تعيد صياغة للسوديو ده ايه فبتعمل ايه؟ بتشيل الحاجات الموجودة كلها نجيب حاجة جديدة عمالها الراجل زمان بتاع اليونان الهادم والتوليد ايه ده بس في علم التربية اسمه التخلية قبل التحلية ايه بما تجيب حاجة حلوة وجميلة وجديدة بتشيل حاجات القديمة بس فأنت لما تكون مشغول بحاجات كتير قوي هتوقع التحليز ازاي اصلا؟ ده علاقته برمضان ايه؟ ايه ايه ده موضوع كبير قوي يعني طيب عنده حق طيب عنده حد فكرة لكن هو الموضوع استقبار شهر رمضان والقرآن الكريم باقى 11 هي يوم على رمضان جاي متأخرين احنا قوي انت فرحان فرحان طبعا باين عليك هان فرحان وباقى 11 هي يوم على رمضان متأخرين جدا في ذات قبل في مشكلة كبيرة ايه بقة افرح ليه انو رمضان الداخل هتفرحش ليه لنعصوم 19 ساعة 720 ساعة ملهم دي مساحة رمضان الصيام الصيام ولو اليوم كل يوم الصيام والفطار ثلاثين يوم فتار دي أيام جميلة لازم أنت أعرف أني ليل رمضان زي نهار رمضان كلها ساعات هو شهر شهر مبارك كله شهر مبارك بساعاتي بدقائقي أنا بكلمك عن سبعمية وعشرين ساعة عن حوالي أربعة تلاف وثلاثمية وعشرين دقيقة دي مساحة سبعمية وعشرين ساعة فيها العتقي من النار سبعمية وعشرين ساعة فيها الفوز بالجنة الله سبحانه وتعالى سبعمية وعشرين ساعة فيها الفرق للأمة دي اقتصادياً وسياسياً ونفسياً واجتماعياً وكل سبعمية وعشرين ساعة بتحقق التقوى اللي من غيرها محدش هيدخل للجنة ما أنا ممكن حقاهم في شعبان يا دكتور ما فيش شهر في الكون كله مهيئ بهذا الوقت ربنا سبحانه وتعالى جعل الفريضة فيه بسبعين فريضة وجعلنا فيه بفريضة وجعل كل الأعمال مضاعفة وفيه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب وتغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب وتصفض الشياطين والأمة تتحقق فيها التقوى مش بامتناعة طعام الشراب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكما كتب عليهم قبلكم لعلكم تتقون فتحصيل التقوى ده مفتاح الجنة إن للمتقين مفازة عشان كده فيه ثلاث أعمال ما لهمش ميزان يوم القيامة عشان من عظمتهم ثلاث أعمال ليس لهم ميزان لعظمة مكانتهم منهم الصيام كل عارب بن آدم له إلا الصوم ما قالش فأجزاءه كذا قال فإنه لي وأني أجزي به وكذلك الصبر إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب وبرضو العفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله الأعمال العظيمة لا رمضان بتتكلم عن إحنا كرسيتنا كلها في حياتنا واستقبلنا ومحاضرنا في الزنوب لأن الزنوب مما خاطئاتهم أغلقوا فأدخلوا نارا الزنوب هي اللي بتفسد على الناس معيشتهم وتفسد عليهم مستقبلهم وتفسد عليهم آخرتهم فلما ربنا يكرم الأمة ويكرم الأحياء ويكرم الناس إنه أما موجودين في رمضان ويغفر لهم زنوبهم ويبيض الصفحات ويرفع الضرجات ويغفر الزلات ويعتق الرقاب ويغفر الزنوب إيه ده مش ممكن لها في أي مكان تاني وعشان كده بقول سبعمية وعشرين ساعة الساعة فيهم لها قيمة خرافية خلينا أقولك إن فيهم ست ساعات ست ساعات باتنين وتمانين سنة عبادة لهم إيه بس ست ساعة دون ست ساعة دون إيه هو سيعرف ساعتها إن أقل تضحية الجوع اللي حداك بتتكلم عنه مش أصدي مش أصدي أو الزمأ أو أي شيء بس معلش يا دكتور معلش معلش بالساني هو ربنا استغفال عظيم أي استفيد إيه مني إن أنا جوع باتنين ساعة يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام وكتب عليكم لعلكم تتقون يا أخي الإنسان وحينما يجوع تصف نفسه تصف نفسه ويعرف قيمته يصف نفسه لذلك بعضه أنا أقول لك إيه أسوى الحكمة من الصيام إن المعدة تتنظم الناس بتاكل في رمضان أضعف ما بيأكلوا في غير رمضان أعرف كده كوي صح كده لأ بعضك قال لك علشان يشعروا بالمساكين الناس بتاكل بتفضل تاكل بالليل ونموا النهار كله لغاية المغرب في ناس كتير أنا أعرف ناس كده أنا أعرف الشيء رايبين مني رايبين مني خالص لكن هو ربنا قال لعلكم تتقون يتعبد يتعلم التذلل يتعلم التقوى يرتفع لما يتعلم التقوى ربنا يقول له إيه وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذا العدو ويقول له بقى كده إن المتقين مفازة إن أعتدنا والله سبحانه حتى الناس كلهم وكل الناس يمرون على النار وكلهم آتيهم من قيمة فرض إلا ربنا سبحانه ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها الجثية يا أستاذ محمد لو نحن حصلنا التقوى في رمضان بإخباتنا لله واخضعنا لله وتعالينا على شهوتنا ربنا يقول سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إحنا مرضى وعلاجنا في رمضان بتقوى الله سبحانه وتعالى إحنا مبعدين وقربنا في رمضان عشان ربنا بيفتح لنا أبواب الجنات وينادي علينا ويغفر لنا ما ليش رفتور يعني ربنا يكرم